أعلنت وزارة التربية عن صدور عدة أحكام من الدائرة الإدارية في قصر العدل بربض الدعاوة التي رفعت من الطلبة الذين حررت بحقهم محاضر غيش رسمية خلال اختبارات الثانوية للصف الثاني عشر بقسميه العلمي والأدب والتعليم الديني وقال القطاع القانوني في الوزارة أنه يقوم بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع في تقديم كافة الدفوع اللازمة لدعم قراراتها المتعلقة بلائحة الامتحانات وتزويدها بجميع المستندات والمعلومات المتوفرة لتعزيز قراراتها مؤكدين أن تلك القرارات تهدف إلى حماية العمليتين التربوية والتعليمية والمحافظة على سمعة التعليم في البلاد من أي ظواهر سلبية لا تعكس نتائج مخرجاته الحقيقية